السلام عليكم متابعين القناة كما راكم تشاهدوا الان نحن لكم واحدة الفيديو مميز بزا بزاف لاني راح نربط قناة مفاعلة الربح بحساب جديد متوقف نقولوا متوقف مفيش مخالفات او انذارات يعني فقط تم حذفه او تم الغاءه من قناة مفاعلة اخرى فتم ايقافه بسبب عدم النشاط لم يعد حسابك في مرتبطا بقناتك يعني حساب عدسنس لا بسعلي عنده مدة مخدمش هذا مكان اذا ما نفعله سنذهب للقناة كي نحاولها عدسنس لان فيها عدسنس كيف تقدروا تغير حساب عدسنس بعدسنس اخر باختصار يعني قناتكم مفاعلة وربطة بالعدسنس حبيت نربطها بعدسنس اخر لذلك فلاحظوا معي ما نفعل هذه قناتي كما راكم تشاهدوا مشابروض سنذهب للتحقيق الربح كما راكم تشاهدوا كما راكم تحقيق الربح سنجدوا هذه العلامات التي نبقاها في نظرة عامة هنا سنجدوا هذه المربح ومن الأفضل تستعملوا حاسوب سنجدوا المربح الذي نحتاجه سنجدوا استلام الدفعات خاطي هذه خاطي الخيارات المتاحة هساب عدسنس هذا عدسنس عدسنس هذا عدسنس اخلاص ب76 سنغيره بأدسنس وحتى اخر نسبة الكثير من تحقيق مغادرة برنامج الشركاء هنا او تحذف ديركت غلط كما لا يحدث لك ما يوجد في قناته في أدسنس سنجدوا هذه الخيار الخيارات المتاحة لبرنامج الشركاء يوتيوب هساب عدسنس تغيير الحساب اذا نضع على تغيير الحساب سيضع إثبات الهوية لانه المتابعة سيخرجنا الى التليفون أو بأي طريقة أخرى اذا سوف يوافق وفقنا بالتليفون ندخل الجيميل على القناة لحد الآن نرى في القناة فقط نضع لماذا؟ كما لا تشاهدوا اذا نفتح القناة سوف نرى فيها ونذهب من الجيميل نجد الجيميل لدينا منه إذا نعود أن نرجع هنا يقول لك ستتم أعادة توجيهك الى الأدسنس لإكمال هذه الخطوة إذا أردت ربط حسابك بحساب نشط آخر الأدسنس تستغرق العملية في عادة حوالي دقيقتين أما إذا أردت إنشاء حساب جديد أدسنس فتستغرق عملية الموافقة والربط في العادة مدة تصل إلى عدة أيام يقول لك هذين ركزوا عليها ملح إذا أردت ربط حسابك بحساب نشط آخر الأدسنس تستغرق العملية في العادة حوالي دقيقتين كما ركزوا أما إذا أردت إنشاء حساب جديد على الأدسنس فستستغرق عملية الموافقة والربط في العادة مدة تصل إلى عدة أيام ويمكنك البدء بتحقيق الربح من الفيديوهات عند انتهاء عملية الربط يعني سنحاولك تحقيق الربح وزيد دراجة الأدسنس كي وفقه تعاوى ترجمة الربح لتجنب إيقاف عملية تحقيق الربح لتجنب إيقاف الربح في القناة يجب التحقق مما إذا كان بإمكانك إجراء تغييرات في حسابك الحال الأدسنس بدلا من ذلك بعد تغيير ربط الحساب عليك الانتظار لمدة ثلاثين يوم قبل إجراء تغيير أخر يعني إذا غيرت الأدسنس الآن لازم عليك تنتظر حوالي شهر آخر لتعاود تغيير قناتك إلى حساب أدسنس آخر هذه لتجنب إيقافها لتعاودها بعد تغيير ربط الحساب عليك الانتظار لمدة ثلاثين يوم يعني تصلنا على ثلاثين يوم أخرى لتعاود تربطها بأدسنس لتعاود أدسنس آخر إذن ندروا متابعة إذن هناك تخرج لنا هذه سنخيروا الجيميل الأدسنس الجديد أركزوا معي حساب الأدسنس جديد ندروا استخدام حساب أخر هنا سنضح الجيميل جديد إذن سوف يوافق إذن بعد ما وافق هذا هو الجيميل وكامل معلومات نتاعه ننزل أسفل ننزل سيقول لي موقعك الإلكتروني كما راكم تشاهدون سنتأكد برك نضع نسخ ونتأكد من أن القناة التي نربطها هي أو لا إذن هذه هي القناة التي نربطها إذن سيبون نتأكدنا سيبون نتأكدنا من الجيميل إذا غلطنا في الجيميل وما نفعله نفعله استخدام حساب آخر هذا ما كان نتأكد من المعلومات كامل سيبون قبول الربط الآن كما راكم تشاهدون ذلك إعادة توجيه إلى اليوتيوب لماذا؟ كما راكم تشاهدون يجهز الحساب كما راكم ينشطه لأن مدة التنشيط سنقود ونشوف نحبس الفيديو ونعرف مدة التنشيط حساب الآدسنس إذن كما راكم تشاهدون القناة قيدة المراجعة إذن الخطوة الثانية الآن هي قيدة المراجعة يتم حاليا إنشاء حساب على الآدسنس أو ربطه ويمكن تستقع عملية موافقة ربط في العادة مدة تصل إلى بضعة أيام الوقت نظرك 31 جنوبي 12 تعليل نحن نسنع المدة التي ستستغل ساعتين 23-24 ساعة لتأكدون من الربط ونرجعون السؤال الذي تطرح الآن هل أمين الآن قناتك ستدخل للمراجعة مرة أخرى لا لا تدخل للمراجعة لماذا؟ لأن الخطوة الأولى تم والربح منضم للربح لم يكن مراجعة فقط كانت مراجعة في حساب الآدسنس يعني يعودوا فيريفيه الحساب الآدسنس لكي يوفقه أم لا نذهب إلى الآدسنس الآن ونرى إيقاف حساب الآدسنس لأنه غير نشط لو كنا نعود ندلوا الرفراج للصفحة الآن إذن جاري تجهيز حسابك على الآدسنس معلوماتك قيد المراجعة إذن ننتظروا حوالي ساعة ساعتين أربعة مال بيليش إن شاء الله كيتاكتيف بركة نخبركم المدة بالضبط هذا مكان والآن بعد ما ربطنا بالقناة مفاعلة سنقدر نسحب الأموال الموجودة في هذا الحساب الآدسنس كما رأيكم تجاهدوا فيه مبلغ مالي حابين نسحبه كما رأيكم تجاهدوا فيه مبلغ مالي حابين نسحبه ولكن طريقة السحب أو كيف نسحبه هذا المال لازم شرطين الشرط الأول لازم يكون حسابك مفاعل بالبين كوت يعني بالإثبات لهوية أو بالبين كوت خاصة بالبين كوت الشرط الثاني يجب أن يكون مربوطا بقناة مفاعلة الربح القناة مفاعلة الربح وهذا حساب الآدسنس اللي ربطناه به إن شاء الله باش نسحبه هذا المبلغ وهذه خدمة قدمتها لأحد الأشخاص بس نسحب المال أعطعني فيها مبلغ جيد جدا فوفقت مباشرة يعني غمرت بقناتي لأني رح ندي معها تقريبا النص هذا المبلغ أعطيه الصخاة وكثر خيره يعني البنك هذا ما كانش معه ورح نكمل إن شاء الله هالفيديو بعد موافقونا